كما ينضم إلينا للمزيد من المتابعة حول العلاقة العربية الصينية الدكتور صبر شاكر أستاذ مساعد الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان دكتور لغة الأرقام تتحدث الصين قوى اقتصادية عظمة وها هو التعاون الآن ما بين الدول العربية والصين في ظل أزمات اقتصادية عالمية ما هي مؤشرات هذا التعاون إذن؟ كما بدأت حضرتك بلغة الأرقام أن الاقتصاد الصيني هو الاقتصاد الثاني في القوى الاقتصادية بنعار الناتج وإذا تحدثنا عن أرقام فإن الميزان التجاري ما بين الصين والدول العربية هو لصالح الدول العربية بمعنى أن الصدرات الصينية للدول العربية حوالي 145 مليار دولار في آخر سنة وبينما الوردات الصينية من الدول العربية حوالي 182 مليار دولار الدول العربية المشاركة بقوة المستقبلة للصدرات الصينية هي على الترتيب الإمارات 44 مليار السعودية 30 مليار ومصر 18 مليار أما بالنسبة للواردات الصينية أكبر دول مصدرة لها من الدول العربية تأتي في استدارة المملكة العربية السعودية ب 57 مليار يليها عمان والإمارات ومصر في الترتيب رقم 9 بقيمة حوالي 1.7 مليار دولار إذن ميزان التجارة بيعكس لنا حاجات كتير أن هناك روابط مشتركة في قضايا تجارية واستثمارية ذات المصالح ما بين القوى العربية والقوى الصينية الهيكل نفسه التجارة أيضا بعيدا عن الأرقام الإجمالية بيعكس لنا دلالة كبيرة جدا يعني على سبيل المثال ما بنينا نتكلم عن الصين بتعتمد على الدول العربية في المنتجات الخام ويمكن أغلبهم منتجات النفط تقريبا بنسبة 84% مواد الكيمة العضوية أما الصادرات الصينية للدول العربية هي صادرات أغلبها تمت الصنع متمثلة في الآلات والمعدات والأساس والسيارات بالفعل منذ قليل تمت توقيع دعني دكتور أرجوك أن تبقى معي دعني أتحدث عن الصورة التي نتبعها الآن على الهواء مباشرة وهي مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء العراقي محمد داشيع سوداني للاستعدادات القائمة للقمة العربية الصينية تفضل دكتور تم توقيع حوالي 34 اتفاقية صينائية للاستثمار ما بين المنباق العربية الصعودية والصين هذه القمة سوف تكون في شكل مسلس قمة سعودية صينية وقمة خالجية صينية وقمة عربية صينية لكي يتم الحديث عن الملفات الصينية والملفات ذات التعاون المشترك ما بين الصين وما بين الدول العربية هل بتقسيم القمة السلاس تكون المباحثات أكثر تركيزا وأكثر استفادة مشتركة لكافة الأطراف المشاركة فيها؟ هو بالفعل عشان عملية الدقة وتحديد القضايا ذات الاهتمام المشترك بيبقى فيه ملفات أكثر صلة ما بين المنباق العربية السعودية مثلا زي ملف النفط وتسعير النفط والخلافة الذي صار من فترة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي كانت بتطلب أن يتم معالجة هذه الأمور في قمة منفصلة ما بين السعودية والصين هناك أيضا قضايا تجمع ما بين دول الخليج فقط وما بين الصين وهذا اهتمام مشترك ما بين القمتين باعتبار أن الدول مجلس تعاون الخليجي تكتل خاص بنفسه وهناك القمة الأوسع ما بين قمة الدول العربية ومجموعة المصالح العربية بصفة عامة وما بين الصين لأن حجم الاستثمارات عموما الصينية في الدول العربية تصل إلى حوالي 214 مليار دولار إذن هناك اهتمامات وهناك تغير في المصالح الموجودة والرؤية السياسية هنا مندمجة بالاقتصاد حيث يسعى أو نحن على إعتاب إرساء دعام لعالم متعدد الأقطاب السياسية والاقتصادية دكتور صابر دعني أتحدث بشكل أكثر دقة حول علاقات مصرية الصينية وأحياء مبادرة الحزام والطريق مرة أخرى بوصف مصر أيضا بوابة إلى القارة الإفريقية وتقع فيها هذه المناطق الخاصة بإحياء المبادرة التجارية الاقتصادية مرة أخرى إذن كيف ترى هذه العلاقات والمأمول منها علاقات مصر والصين على المستوى الاقتصادية؟ على المستوى الاقتصادي مصر سوف تستخدم مبادرة الحزام والطريق الدولة المصرية كنقطة استراتيجية كمنفذ للقارة الأفريقية وده نقطة مهمة جدا ومن هنا بيجي التكامل ما بين العلاقات المصرية التجارية الأفريقية وما بين العلاقات مع الصين وبالتالي حجم التبادل التجاري في المصري الصيني في الفترات الأخيرة بيحصل في نموه بشكل كبير جدا وبالتالي مبادرة الحزام والطريق هي بتحقق الأهداف الاستراتيجية لكل الدولتين عشان كده لما بنيجي نشوف أن انفاق القيادة المصرية أو الاقتصاد المصري على مشروعات البنية الأساسية لازم من قبل الصدفة ولكن عملية تجهيز لاستخبار حجم التجارة العالمية الذي سوف يتم نقلها على سبيل المثال من دولة الصين إلى الدول المشتركة في هذه المبادرة وبالتالي بتلاقي مشروعات مثل مشروعات المنطقة الاقتصادية بالسويس وغيره من المشروعات البنية الأساسية اللي بتخدم وتحقق هذه الأهداف والعاصمة الإدارية الجديدة نعم دكتور صابر أشكرك جزيل الشكر دكتور صابر شاكر أستاذ مساعد الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة